إن التنبيه على أهمية الأولاة يكون من العلماء ولو كان العالم في شدة مرضه والحديث أصله في الصيحين لكن ما أورده هو عند مسلم قال جناده ابن أبي أميه دخلنا على عباده وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بشيء ننتفع به مما سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال انظر كيف اختار لهم وهو في شدة المرض قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعناه على المنشط والمكره وعلى آثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان